إلى منضوع آخر حيث دفع احتدام الأزمة الاقتصادية طوال العام الماضي 2022 عدداً أكبر من الأسر مع تآكل سبل عيشهم والتي تشمل بيع الأصول الانتاجية إلى اعتماد سراتيجية قاسية في تقليص استهلاك الغذاء والاعتماد بدرجة أساسية على المساعدات الإغافية وطبقاً لمسح الميداني فإن العديد من الأسر تعاني بشكل متزايد من دورة دين مفرغ مع ارتفاع مستويات الاقتراض كل شهر إضافة إلى زيادة في مستويات الاقتمال لديهم لتغذية الاحتياجات الأساسية الأمر الذي يعرض الكثير من الأسر لخطر الصدمات المفاجئة التي من شأنها أن تزيد من تفاقم عدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد إلى مستويات قصوى نعم ويتوقع برامج الغذاء العالمي يرتفع عدد الذين يعانون عدام الأمن الغذائي في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول نهاية العام 2023 لافتا إلى أن معدل الجوع في البلاد حاليا لم يسبق له مثيل ويسبب معانة شديدة لملايين الناس وحول هذا الموضوع ينضم معنا دكتور محمد قحتار أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز رحب بك دكتور معنا في أخبار المنتصف إذن يعني أزمة اقتصادية خانقة بطبيعة الحال ألقت بظلالها على الأمن الغذائي في البلاد رغم الإجراءات التي حصلت من قبل الحكومة وتدخلاتها ولكن ليس هناك أي تحسن في مستوى معيشة الناس دكتور محمد أهلاً وسهلاً بكم تحية لك طبعاً يعني من الطبيعي أنه أوضاع الغذائية أو الأوضاع الإنسانية بشكل عام في اليمن إنها تزداد تدهور نظراً لأنه التدهور الاقتصادي مستمر لم يطع أي تحسن على الجانب الاقتصادي والحكومة للأسف الشديد يعاجزة عن مواقهة الانهيارات التي حصلت في الجانب الاقتصادي لأجل ذلك يعني لابد من أنه الحكومة يعني تزدخل لأنه يعني أكثر من مرة نقول بأنه في حالة الحرب يعني ما ينفعش أنه الحكومة يعني تضل متفرجة يعني أو أنه يعني يتم العمل بما يسمى بآلية السوق بحيث أنه يعني تتآكل تتآكل القوة الشرائية للريال اليمني وطبعاً الدخول في طبائل يعني فرص العمل صارت تقريباً من عدمة وبالتالي يعني الحال المعيشية للناس لابد ما تزداد تدهور نعم يعني كما تحدثت نعم ربما شخص الموضوع حالياً بالنسبة لتآكل القدرة الشرائية الآن للريال يعني التدخلات الأخيرة والإجراءات الأخيرة للحكومة هي أكدت أنها لن تطال الصلاع الأساسية بالنسبة للسكان وليكن هناك ارتفاع في أسعارها ما صحة ذلك ربما وقعيتها الآن أنا في وجهة نظري أن الإجراءات التي يعني أقدمت على اتخاذها الحكومة أو أعلمت عن هذه الأطلح لأن الحكومة تألم ولكن يعني أدواتها الفاعلة في الواقع غير موجودة يعني ولذلك ليس لها أي تأثير بعدين بما يتعلق بالتدخلات الحكومية برافع شعر الدولار الجمركي شعر الدولار الجمركي كان محدد 500 ريال للدولار الواحد ورفعوا إلى 750 الحكومة قالت بأنه الرافع يعني للإسطلاع غير الأساسية الإسطلاع يعني الكمالية وبالتالي سواء كان الإسطلاع الأساسية أو لا الإسطلاع الكمالية يعني مع شح أو ندرة العملات الأجنبية في السوق اليمني يعني يحصل تأثير سلبي على الأسعار بحيث أنه يعني الأسعار ترتفع وطبعاً العوائد من العملات الأجنبية يعني شحيحة خصوصاً وأنه يعني تم توقيف الفادرة النفط يعني الكميات اللي كانت تصديرها للخارج مع المواجهات الأخيرة من قبل الحوطين أو الضربات اللي وقتها يعني الحوطين للموانع التنزير يعني توقفت وبالتالي أيضاً هذا جهد للطين بالله يعني إنه الإمكانية اللي كانت متاحة يعني للحكومة اليمنية من ناحية من ناحية كمية العملات الأجنبية يعني أيضاً تضاء ألس الحكومة يعني أقدمت على إجراءات ليست حقيقية ليست ما نقول ليست واقعية يعني بمعنى أنه كان يفترض أن الإجراءة الحقيقية والصحيح يكون هناك آليات لتطبيق ذلك يعني الآليات كما تحدث صفرية هي فقط تتخذ إجراءات وليس هناك أي آليات لتطبيقها واقعياً كما تحدث وهي حلقة متصلة دكتور محمد حالياً بما يتعلق أيضاً بارتفاع الأسعار حالياً والمنظمات الدولية أيضاً تتحدث عن إنعدام الأمن الغذائي في البلاد هل أيضاً التجار سبب برفع هذه الأسعار وجشعهم ربما في أكثر من المحافظة وعدم ضبط التجار طبعاً التجار من جهة الغياب المؤسسات الدولة يعني خلي طبعاً السناثرة والإحتكارات كله للأب يعني كله للأب في داخل السوق لأن الدولة لديها أدوات فائلة داخل البلد كما أن الدولة يعني تخلت عن مؤسساتها المؤسساتها الفائلة التي كانت الحلقة أنها تحتضر بها مثل مثلاً يعني شركة النص يعني كان في شركة نص وشركة النص هي التي تحتكر السوق وبالتالي كان النص تتحكم في بوء النص وتتحكم في بوء الدولة لكن تم تحضير بيع النص وكذلك تم تحضير كل الشرع والخدمات وبالتالي الدولة أيضاً انكفأت كان في عندنا المؤسسة الاقتصادية كانت تتاجر بكل النص بالمواد الغذائية وغير المواد الغذائية وبالتالي كانت تقدر الدولة كانت تقدر تواجه احتكارات بقالة المال والأعمال يعني وتحض من نص وتحض من تلاعبهم كان يفترض انه الدولة يعني تحتفظ بخطوطاً في وقت الحرب في وقت الحرب ما ينفعش يعني انه نعمل بآلية السوق يعني آلية السوق لما يكون الوضع السياسي في البلاد مستقر الوضع السياسي والوضع الاقتصادي لكن لا وضع سياسي مستقر ولا وضع الاقتصادي مستقر ولا يعني الدولة موجودة بمؤسساتها الفائلة في داخل الواقع وبالتالي يعني من الطبيعي انه يعني استمر التدهور والحكومة طبعاً هناك يعني في وادي يعني تتكلم لكن يعني اللي يحصل في الواقع انه شيء آخر نعم لاحظنا في الأونة الأخيرة انه شعر الدولار يعني ارتفع وكان يفترض انه الدولة تقدم على إجراء حقيقي الإجراء الحقيقي انه توحد شعر الدولار تدري انه الآن في ثلاثة أسعاد للدولار يعني شعر اللي هو الشعر الدولي اللي يسموه يعني واللي يتم صرف رواتب وجور العاملين يعني المسؤولين يعني العاملين في الخارج يتم صرف لهم قيمة الدولار دي مائتين يعني مائتين وخمسة وعشرين مائتين وثلاثين مائتين وخمسة وثلاثين نعم حسب للآن الشعر الدولي وفي شعر الغمرقي يعني وفي الشعر وفي الشعر الموازي هذا خلال أعطى فرصة لأنه يحصل يعني انكسام في الجهال المطرفي وفي الشعر وفي شعر العملاء الآن في جهال المطرفي هناك مشاكل اقتصادية على أكثر من مستوى دكتور محمد وللأسف يعني جميع الإجراءات من قبل الحكومة يعني دائما تبوء بالفشل كما تحدث لأنه ليس لديها يعني إجراءات صارمة لتنفيذها على أرض الواقع أشكر انضمامك معنا الدكتور محمد قحتان أستاذ الاقتصاد بجامعة تعيس شكرا جزيلا لانضمامك معنا